ده بهواني البطل بتاع فيلمنا اما ده في بيكون سهير والاحداث بتبدأ سنة 1973 وبنلاقي احتفال كبير في القصر وبنشوف الملكة غيطة بتفرج مسئول سياسي اسمه سانجيف على اجدادها لكن بيحاول يمسكها وعايز يتحرش بيها فبترفع عليه السيف وبتقوله ايدك لا توحشك وبتهدد حياته بالموت وبعدها بتسيبه الوحدة وبتمشي وبتروح تقف مع ضيوفها وهو بيكون متدايق وبتعهد بانه هيدمرها وبعد مرور سنين بيتم اعلان حالة الطوارئ في الهند وسانجيف بيستغلوا سلطته وبيؤمر الزابط رودرا بالقبض على الملكة لانها مخبيئة الكنز الخاص بعالتها ولما غيطة بتخرج من قصرها بتلاقي الشرطة وصلت للمقر بتاعها ومعهم اذن بتفتش المكان وهي بتقعد مع الزابط وبتشرب الشاي وبتكون متطمنة والجنود بيفتشوا البيت ومحدش منهم بيلاقي اي حاجة لحد ما بيقدروا يمسكوا الديناميت وبيفجروا غرفة الملكة اللي عايش فيها وبيلقوا كنوز كتيرة جدا من الدهب ملهاش عدد او حصر وغيطة بتدخل الحاجز علشان تتحاكم والزابط بيقول لها شوفي مين هيخرجك من السجن فبتقول له مفيش غير واحد لو حضر هيغير كل حاجة ولما بييجي الليل الناس بيعملوا مظاهرات علشان يفرجوا عن الملكة وساعتها بيظهر بهواني وبيكون موجود وسطهم وبيروح يوقف مع الزابط وبيتكلم معاه ووقتها بيضربه وبيعتدي عليه علشان يتسجن ولما بيدخل الحاجز بنعرف انه عمل كده علشان يشوف الملكة وبعدها بياخدنا معاه للماضي وبنلاقي غيطة بتحضر جنازة ابوها الملك وبتدخل للمكان بتاعه علشان تودع جثمانه وبين عليها الزعل والحزن وبهواني بيكون هناك وشايفها وتاني يوم بياخد شنطته وعايز يسيب القصر لكن غيطة بترفض وبتطلب منه يكون الحرس الشخصي بتاعها ويحميها زي ما كان بيعمل مع ابوها الملك وهو بيوعدها يفضل معاها ولما بيجي الليل بتخرج من القاصر ووقتها بهواني بيقابلها وبتقوله ان الحكومة لغت الميزانية الملكية ومش عارفة ازاي هطراعي 12 مليون نسمة فبيطمنها النهارة قوية وهو هيكون جنبها ومع الايام بتبدأ طراعي مصالح الشعب وبتحضر جميع احتفالاتهم وبتخطف فيهم وبتكون القائدة بالنسبة لهم وبنلاحظ بهواني بيكون معها في كل حاجة بتعملها وبيبدأ الحب يكبر ما بينهم وبعدها بنرجع للوقت الحاضر وبنلاقيها بتتكلم مع شعبها داخل السجن ووقتها بيظهر بهواني قدامها وهي بتشوفه ولما بتتكلم معها بتعرفه ان الحكومة خدت الكنز بتاعها وكانت هتستخدمه لمساعدة الناس وبتطلب منه يسرق الذهب قبل ما يسافر لمدينة دلهي وهو بيعادها ينقص كنزها لانه بيحبها وبعدها بيخرج من السجن وبيروح لواحد اسمه غرجي وبيكون حرامي خزن ودايما سكران اما ده فبيكون دلايا وبنعرف ان شاب صايع وبنشوفه عمال بيرقص ويغني وتاني يوم بهواني بيقابلهم هم الكنين وبيعرض عليهم المهمة ولازم يسرقوا الكنز قبل ما ينتقل لمدينة دلهي وبعدها بتدخل عليهم واحدة اسمها سانجينة وبيعرفهم انها صاحبة غيطة وهتشارك معهم في المهمة اللي عايزين ينفذوها وبعدها بنروح لمحطة القطر وبنشوف سهير وبنعرف انه زابة جيش وبيشرب مخدرات ولما بيوصل وبينزل منه دلايا بيتسحب وبيقدر ياخد محفظته وبعدها بيجري وهو بيكون وراه بيحاول يوصله باي طريقة وعايز يمسكه ويقبض عليه لحد ما في نهاية الامر بيهرب منه بكل سهولة وبعدها بهواني بيقف قصاده وبيرجع له المحفظة اللي اتسرقت منه وسهير بيحذره ومش عايز يشوفه مرة تانية ودلايا بيقول له بهواني الزابط شكله مش سهل وهو بيطمنه انه عامل حساب كل حاجة وبعدها سهير بيدخل القوضة اللي فيها الكنز ورودرة بيقول له مفيش حد يعرف حاجة عن الدهب وبيكلفه ينقله المدينة دلهي في سرية تمة وسهير بيتأكد وقتها ان سانجيف هيسرقه وبعدها بيدخل الحجز للملك غيتا وبيقول لها الدهب هينتقل لمدينة دلهي وبيهددها لو بلغت الصحافة هيتم قتلها وهي بتتدايق وبتضربه بالقلم على وشه ولما بيجي الليل سانجينة بتتسحف في معسكر الجيش وساعاتها بتشوف سهير بيحط الخطة اللي هيستخدمها في نقل الكنز وبعدها بتوصل العربية اللي هيشيلوا فيها الدهب وبنكتشف انها مغلقة بمجموعة من الاقفال السرية وفي حالة حدوث هجوم هيدوسوا على الزر الاحمر والعربية هتتقفل بشكل تام لمدة 6 ساعات ورودرة بيبلغهم مستحيل المهمة تفشل ولما سانجينة بتعرف الفريق اللي حصل بيكونوا في حالة صدمة ومش عارفين ازاي هيسرقوا الكنز وبعدها غيتة بتعرف في موضوع العربية وبتكون واسقة ان بهواني هيلاقي حل وبتبلغ سانجينة انها هتهرب وهيتقابله في مناجم الرام لكمان 4 ايام وتاني يوم الفريق بيتجمع وبيفكروا في حلول لخطتهم وبيقولوا سانجينة هتسوق العربية بسرعة كبيرة وهي بتولع بيها وبعدها هتقف قدامهم وسهير هينزل علشان يتطمن عليها وساعاتها هتخرج وعايزة تهرب وبعدها العربية هتنفجر وسهير هيتصاب وهم هيرفعوا عليهم السلاح وهيهددوهم بالموت وبالشكل ده المهم هتنجح بكل سهولة وبعدها بيروحوا يشتروا الاسلحة اللي محتاجانها في العملية وداليا بيجيبوا المتفجرات اللي هيستقدموها وغيتها في السجن ومستنيها كنزها يرجع لها وساعاتها الجيش بينقلوا سندق الدهب وبيدخلوها العربية المحصنة ولما بييجي الليل الفريق بيكون متجمع والشرطة بتوصل للمكان بتاعهم وبيقبضوا عليهم بحكم قانون الطوارئ وساعاتها بيفتشوا البيت وبيلقوا اسلحة تخصهم وبالشكل ده بيشتبهوا فيهم اكتر وبعدها بيدخلوا السجن وكلهم محترين ومش عارفين يتصرفوا ازاي وفي نفس الوقت الزابط رودرة بيودع سهير وبيركب عربية الدهب علشان ينقلها وبعدها بيسيب المكان ويمشي ولما بنرجع الحاجز بنلاقي الزباط نايمين وغرجي بيحط خطة وبيقدر يفتح القفل وبيخرجوا برا الزنزانة ومحدش بيحس بيهم واول ما الزباط بتصحب بيفضلوا يضربوهم وبهواني بيتخلص منهم واحد واحد وبيدافع عن نفسه وبعدها بيركبوا العربية بسرعة وبيكسروا باب الاسم وبيكونوا ماشيين في الصحراء وعايزين يلحاول الكنز علشان يسرقوه ولما بيطلوا على الطريق بيشوفوا عربية الدهب قدامهم وبيقدروا يلحاوها وفي الوقت ده بيحاولوا يقربوا منها لحد ما بينطوا عليها وبيمسكوا فيها بسرعة وبهواني بيتشعلق في العربية من تحت وبيعرض حياته للخطر وساعتها بيمسك الحديدة وبيحاول يعطلها ووقتها سهير بيفقد السيطرة على العربية وبطقف منه وهم بيمسكوهم وبيفضلوا يضربوا فيهم لحد ما بيرفعوا عليهم السلاح وللأسف في الوقت ده الجيش بيوصل للمكان وكل الجنود بيكونوا مستعدين للاشتباك وبعدها بيتم اطلاق النار من الجانبين وكل فريق عايز يتخلص من التاني وبيستخدم كل قوته لكن غرجي بيتصب الرصاصة وبيكون واقع على الارض وبينزف وساعتها بيركبوا عربية الكنز وبيسيبوا المكان بسرعة وبينلاقيهم ماشيين في الصحراء لوحدهم بعد نجاح المهمة وبعدها بنروح للجيش الهندي وسهير بيقابل رودرة وبيحطوا الخط علشان يرجعوا الدهب وبيقولوا ان غيتها هي لسرقته لانها كانت عرفة بمعاد نقل الكنز ومن ناحية تانية بهواني وفريقه بيكونوا في الطريق لكن بيلو كمين شرطة موجود قدامهم وعايزين يقبضوا عليهم فبهواني بيقرر يقتحم الكمين بتاعهم وبيدمر كل العربيات اللي بتقف قدامه وبيحولها لكتلة نار ولما الشرطة بتطريدهم وعايزين يمسكوهم كالعادة بيتخلص منهم ومحدش بيكون قادر يقف قصاده وبعدها بياخدوا العربية وبيروحوا لعيادة بيطرية وبهواني بينزل غورجي وبيحاول يساعده وبيدخل بيه المكان وبيخلي الدكتور يشلوا الرصاصة وللأسف الشرطة بتوصل للمكان بتاعهم وبيدخلوا على بهواني وغورجي وبيقدروا يقبضوا عليهم وداليا وسانجينة بيقرروا يهربوا بالذهب بسرعة ولما بهواني بيخرج ما بيلاقيش العربية موجودة قدامه ومن ناحية تانية ساهير ورودرا بيروحوا لسجن غيتا وبيسألوا الظابط من اللي كان بيزورها فبيقدر وقتها يرسم شكل بهواني واول ما بيشوفوه بيعرفوا انه الحرس الشخصي للملكة فبيدخلوا لغيتا الحجز بسرعة وساهير بيهددها بالموت لو ما اعترفتش بمكان الدهب لكن رودرا بيمنعه في اللحظة الأخيرة وبيقوله لو قتلتها الشعب هيولح في المدينة وساهير بيعرض عليه خرجوها من السجن ويفضلوا مرقبانها واول ما توصل للكنز يمسكوها وساعاتها بيعرفوا انهم قبضوا على التشكيل العصابي ولما بنروح لبهواني بنلاقي شرطة مكتفة وعملين يكهربوا فيه علشان يعترف على مكان الدهب وبيستغلوا اصاب دهورجي وكالعدة بيعذبوا بأبشع الطرق لحد مدالية بيكتحم المكان بعربية الكنز وعايز ينقذهم وبيكون ماسك السلاح في ايديه وبيحرر بهواني بسرعة وبعدها بيربطوهم وبيقدروا يسيطروا عليهم بكل سهولة وساعاتها بيسيبوا المكان وبيهربوا وبعد شوية ساهير ورودرا بيوصلوا ليهم ومستغربين ازاي هربوا من ايديهم وكمان كتفوهم وساهير بيطلب من رودرا يفرج عن غيتا وهو بيوافق ولما بنروح لمكان السجن ساهير بيخرج بالمالكة وبتكون معاه في العربية وبعدها بييجي الليل وبهواني وفريقه بيوصلوا للقرية وبيقول له غورجي لازم تخرج الدهب وفعلا غورجي بيحاول يفتح العربية بالرغم انه مصاب جدا وحالته خطيرة وبيستخدم كل مهاراته السابقة لحد ما بيقدر يفك الاقفال وبعدها بينجحوا وبيشوفوا الكنز موجود قدامهم والسندوق بيكون مليان بالدهب ووقتها بهواني ودالية بيفكروا بقطة مجنونة وهي انهم بيقدروا يسيحوا الدهب وبيغيروا شكله تماما وبيحولوا من قطع لحبوب صغيرة جدا وساعتها بيحملوا على جمال وبيكملوا خطتهم وبعدها رودرا بيعرف ان ساهير خطى في الملكة ومحدش عارف مكانهم وفي نفس الوقت ساهير وغيتا بيكونوا في العربية ورايحين للمناجم الرملية علشان يقابلوا بهواني ولما بيطلع الصبح بيلاقيهم هناك وبهواني بيوصل بالجمال بتاعته وساهير بيهدد الملكة بالمسدس بتاعه وهم واقفين قدامهم ومش عارفين يتصرفوا ازاي ووقتها هم اللي اتنين بيرفعوا عليهم الاسلحة وكلهم في حالة صدمة وظهول من الموقف وساعتها بنرجع للماضي وبنعرف ان ساهير اتعرف على غيتا في الحفلة وبدأ يقرب منها وبيوعدها انه هيفضل جنبها وهيحميها من اي خطر وبعد فترة قابل الزابط رودرا وخلا يصك فيه لحد ما كلفه بمهمة نقل الدهب لمدينة دلهي ولما قابل غيتا في الحاجز وضربته بالقلم وقتها الحارس بيقفل عليهم الباب وهو بيتأسف لها علشان اتأخر عليها وبيتفقوا يخلوا بهواني يسرق الدهب ويعرض حياته للخطر علشان لو اتقابد عليه هو اللي يتسجن ولما بنرجع للوقت الحاضر بهواني بيقول للملكة مبروك عليك حبيبك والكنز وهي بتروح تفتش في كل الجمال وللأسف ما بتلاقيش الدهب بتاعها لحد ما بتشوف عروسة موجودة جواها ومستغربة وبهواني بيقول لها العروسة دي بتكون الكنز بتاعك وبيفكرها زمال لما راحوا القرية فقيرة علشان ترعي مصالح شعبها وفي طفلة قدرت تقف جنبها وبتقول لها انت الملكة اللي بتشرب الدم فبتسألها مين اللي قالك كده فبتشاور على امها وبنشوفها بتحفر في ارضها ولما بيروحوا لها بنلاقيها بتهزق الملكة وبتحذرها تقرب من ارضها اللي جفت بسبب قلة الميا وبتتايمها انها ما بتحسش بالفقرة وغيتها بتلاقي الصحافة بتصور كل حاجة فبتاخد الفاس من ايديها وبتحفر معاها وبتقعدها تحل المشكلة لحد ما بهواني بيمنعها علشان يسيبوا المكان وقبل ما تركب العربية الطفلة الصغيرة بتروح لها وبتدالها العروسة بتاعتها ولما بتكون في الطريق بتؤمر بهواني يحرق القرية لان الست هانتها قدام الناس وخلتها تحفر معاها لكن بيرفض ينفذ كلامها وبيعترض عليه وبيقرر ينزل من العربية وبيسيبها لوحدها واول ما بيرجع القرية بيلاقيها نفذت كلامها وولعت في بيوتهم كلهم ولما بيجي الليل وبيروح لها الحفلة علشان يتكلم معاها اتفاجئ انها واقفة مع سهير وبتقول له نفس الكلام اللي قالته له قبل كده علشان يقع في حبها وبعدها بنرجع للوقت الحضر من تاني وبيعرفها ان الدهب راح للقرية اللي هي ولعت فيها وحرقت بيوتهم والناس بيكونوا فرحانين ومش مصدقين نفسهم ووقتها بيرفعوا على بعض السلاح وكل فريق بيهدد التاني بالموت وساعتها الشرطة بتوصل للمكان وكلهم بيفضلوا يضربوا النار عليهم وعايزين يهربوا بأي طريقة وبعدها بنلاقي سهيره بهواني في تحدي ما بينهم وكل واحد بيستخدم قوته علشان يعيش ويتخلص من التاني ودلية والزابط بيدربوا بعض وبيباني النوم في صراع متكافئ جدا واخيرا الملكة بتجري لوحدها ومحدش عارف يوصل لها وساعتها بتحصل عصفة رملية وبتغطي كل المكان ومحدش بيشوف حاجة والصراعات كلها بتنتهي بالهروب وفي النهاية بنلاقي بهواني واصحابه متجمعين بعد ما قدروا ينفذوا المهمة ورجعوا حقوق الناس الغلابة ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم في حدوتها وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد ترجمة نانسي قنقر